مرحبا، كيف حال؟ إن شاء الله يكونوا بخير هذا اليوم نبدأ قليلاً غير نبدأ من الآخر مع وضع العملات الرقمية ونرى ماذا يحدث بالضبط هناك وبعد ذلك نتوسع نحو الأسواق الأخرى لكن قبل أن أكمل هذا الفيديو لا تنسوا إدعموني بلايك تشتركوا في قناة تنترية وشكراً لكم أعزائي، أحتاجت قليلاً أبتعد عن الشاشة لأنه كان لدي قليلاً عمل على الجنب ولكن هذا لم يجعلني أبتعد عن الأنظار نرى ماذا يحدث بالعملات الرقمية خاصة البيتكون والإيثيريوم نرى الأسعار في وقت الحالي 24500 ماذا يحدث بالخلفية؟ لأنه لا يوجد أخبار كثيرة التي تدعم هذه الأرقام فالأمر غريب آخر مرة عندما كنت على الشاشة قلنا عن داث كروس الذي يحدث عن الأسبوع قلنا عن فجوات وامور مختلفة كان هناك تصحيح بالأسعار وصلنا إلى حدود المتوسط الآخر 200 يوم كما نرى هنا ولكن بعدين نرى الضخ وهو قليلا غريب بالأسواق إذا نرى الأسبوع كما نرى داث كروس بعدهم انتهى ما يعني بعدهم موجود ولكن كما بدأنا داث كروس رأينا هذه الشمعة الخضرة الكبيرة التي بعدها لم تسكرتها ولكن شمعة ضخمة جدا بالأسواق حابب ألف التين انتباهكم نحو بعض الأمور وخاصة ما يحدث على مساحة المشتقات وخاصة في المنطقة في آخر فترة هناك قليلا لكودي للعقود إذا كان short ولا longs التي حاليا وكأنه هي التي تحرك الأسواق الموجودة أمامنا إذا نرى حجم المراكز المفتوحة 11 مليار فاصل 78 نتذكر قبل بأسبوع ثلاثة كنا نتحدث عن 9 مليار التي منها حجم كبير جدا الموجود بعقودة longs فهذا يضعني علامة السؤال على الحركة السعرية الموجودة حاليا بالأسواق لأنه إذا نراجع الأحداث الاقتصادية التي حصلت بالأسبوع السابق لم نرى أحداث التي هي إيجابية للسوق نرى التضخم على سبيل المثال الذي انخفض قليلا ولكن بحجم الذي كان أقل من المتوقع له هذا من ناحية من ناحية ثانية إذا نرى البطالة في أمريكا حتى نرى انخفاض إضافة للبطالة في أمريكا والفيدراليون يقول لنا أن الفيدرالي سوف يرفع الفائدة بالنسبة أعلى من المتوقع له لأن السوق بعده ماسكه ولا يوجد فيه مشاكل فهذا لا يوجد مانع يرفع الفوائد بأحجام أكبر فأرجعنا على خمسين نقطة من أول جديد بالسوق مع أن الفيدرالي يتحدث بطريقة الصعبة على السوق الذي يهبط الأسواق ويوفوتنا بركود اقتصادي ولكن عندما نرى عدد الأمريكان الذين لا يستطيع أن يستطيع ديونهم عدد يزداد هناك أكثر وأكثر الناس في أمريكا لا يستطيع أن يستطيع الفواتير مع أن نسبة البطالة منخفضة جدا يعني بكلمات ثانية التضخم الكبير الموجود في أمريكا للدولار أو للأسعار المحلية تغلب على راتب الناس فمن هنا إذا نأخذها بأعين اعتبار الوضع ليس بالضبط حسب الصورة من الأسبوع السابق ولكن لذلك من الجيد نضع أرباح على الأسعار التي نرى ونكون واقعين مع الأوضاع الموجودة بالسوق فأنا بالوقت الحالي أتظهر على الشارت وأقول أن أفكر بهذه الطريقة أمر الشرع المشغله هو على 21600 الذي هو على المتوسط لأخر 200 يوم المتصاعد وعندي أمر للشرع بحدود الفجوة الموجودة بالبيتكون التي بعدها لم تذكرناها الفجوة بالبيتكون لاحظة بعدها شغاله بعدها سارة المفعول أمر آخر الذي أحبت ألف انتباهكم هو هذا الذي يعمل بالبيتكون على الأسبوع بعدما لم نرى نتائج الأخير لأله لكي نقول أن هذا البطل نرى أسبوعين الذي يسكره بمناطق عالي المنحنى هذا المتوسط الآخر 50 يوم يبدأ من أول جديد وهذا يعبرني أنه يتبطل بطل فيه ولكن طالما هذا الأمر ساري المفعول وموجود أريد أن تنتباهكم لهذا الأمر قبل أسبوعين تقريبا كان لدينا جولدين كروس على البيتكون الذي كان بين متوسط 50 يوم متوسط 200 يوم هذا جولدين كروس يبدأ يعمل يوميا ثم سريع هذا الأمر عادة يعمل لماذا مع جولدين كروس جولدين كروس يقول لك أنه يوجد إيجابية وليس سلبية ولكن إذا منطلع كم يوم بعدين متأخر على التوالي رأينا انطلاق الأسعار من أول جديد وهذا يكملنا الجولدين كروس التي رأينا قبل الأسبوعين فالذي أقول أن هذه النماذج عادة متأخر أو من قبل الأسبوع لأن كما نرى لدينا جولدين كروس الذي رفع الأسعار بكلمية أو بطريقة أو بطريقة ثانية فممكن هذا الأمر يتبطل بسرعة كبيرة جدا في حال لم نرى دعم للأسعار الموجودة السحلياً بالأسواق فأخذكم من الآخر سنعود إلى الأول ونرى ما يحدث السحلياً بالأسبوع القادم علينا لدينا 22 ساعة 7 بتوقيت سنرى ملخص الفيدرالي لأول هذا الشهر فأخذ هذا الأمر بالحسبان آخر مرة الفيدرالي كان متفائل فممكن نرى إيجابية بالأسواق ولكن في حال رأينا مفاجهات بعد الملخص طبعاً يأتي مع السلبية من وراء أمر آخر نأخذ بالحسبان هو النتج المحلي الأمريكي بـ 23 إلى 22 على الساعة 1.5 بتوقيت الظهر هاي ثاني نتائج للربع الرابع لعام 2022 بكل ربع بطلعوا ثلاث مرات هاي ثاني مرة نرى كمان ثالث مرة ما سيحدث طبعاً أول مرة كان لدينا 2.9% فهات نرى هل بالفعل هذا الأمر سيتكرر من جديد ولا لا مع الأرقام التي تأتي معنا فأخذ هذا الأمر بالحسبان بـ 23.2 وبـ 24.2 على الساعة 1.5 بتوقيت سنرى كور بي سي Price Index اللي هي أهم المعطيات اللي لازم نأخذها قبل ما نبدأ نحكي عن الفيدرالية عن الاجتماع القادم علينا هذه هي نسبة التضخم الأساسية اللي الفيدرالية بلاحقها هو ما بتطلعش على النسبة الكبيرة اللي شفناها بالأسبوع السابق هو بتطلع على هاي الأرقام عشان يأخذ قراراته حالياً توقعت انخفاض بسيط ولكن هتنشوف هل بالفعل سيشوف انخفاض ولا لا وبالنفس اليوم على الساعة الثلاثة العصر بتوقيت جرينيج عنا الميشيغان Consumer Sentiment Final هاي هي المعطيات النهائية لشهر اثنين اللي منحكي عن إحصائيات مشاعر المستهلك في أمريكا حالياً شوي فيه تشاوم مقارنة مع الشهر الماضي فهتنشوف هل بالفعل هذا الأمر سيكون ولا لا في حال تبطل هالتشاوم شوف انه أرقام طبعاً هذا إيجابي في حال هذا طلعت الأرقام بحسن المتوقع فهذا سيكون سابقاً لأسواق حسب عنوان هذا الفيديو ذكرت لك عن باينونس وذكرت لك عن إيثيريوم هتحكي لك شواء عن باينونس شواء بسيريناك القصة مع باينونس بلشت من قبل بأسبوعين تقريباً من وقت ما باينونس رفعت علامة حمرة أمام العملاء عندها وقالت لها شوفوا نحن سنبطل خدمة سحب المصاري بالدولار لكل العملاء الموجودين من خارج أمريكا هذا الأمر حط علامة سؤال كبيرة للسبب وراها هذا الشيء عادة من تجربتي بالأسواق هذا الأمر يأتي كنتيجة لسحب ترخيص الشركة لسحب الدولار يعني يبطل في عندهم ترخيص يعملوا مع بنك بالدولار ولكن ما اتضح هذا ممكن أن يكون لسبب آخر السحليا باينونس هو أن الرقابة في أمريكا تضع عيونها الكبيرة على باينونس في آخر فترة بدأت هذا الأمر مع باكسوس قلنا عن المنصة بالفيديو السابق ولجنة الرقابة الأمريكية تهمتها أنهم أسهم للعملاء وليس عملة مدعومة بالدولار طبعا هذه كانت أول الشرارة ترى أنه يظهر على الشرارة باينونس على باينونس باينونس مقرنتا مع اليو اس دي تي باينونس دي فقد من قيمته لفترة قصيرة أمام اليو اس دي تي لأن الناس سحبت المصاري وذهبت إلى اليو اس دي تي واليو اس دي سي باينونس ولكن ما اتضح أن المشكلة أكبر بكثير وجذورها أعمق بكثير بأمريكا وحسب جريد درويترز ما اتضح أنه لا يوجد علاقة بين باينونس وبين شركة أمريكية وهناك سحب مصاري بالسر من أموال اللي ممكن يكون لأمريكان من من هناك لخارج أمريكا اللي هي طبعا بدون ترخيص هاي الأمور هذا طبعا رفع عالم أحمر كبير جدا أمام مصداقية منصة باينونس وأمام مصداقية سيزي وأعمال حقيقية الموجودة بأمريكا وإنه هناك قليل توتر عند العملاء بمنصة باينونس خاصة المتعلقين مع أمريكا بجانب هذا الأمر أنه أمور رضافية اللي عم تصير من خلف الكواليس باينونس بلشت تقطع أي رابط أو أي عقد اللي عم تسويه مع شركات أمريكية والظاهر عم يجربوا يبتعدوا من مساحة الأمريكية ويخرجوا ويروحوا لخارج أمريكا للدول الأخرى قبل ما يوصل لهم الدور من طرف لأنه بالآخر الأمريكي صلاحيته هي فقط على أرض أمريكا وليس خارج أمريكا طبعا كل هذه الأمور ذكرتها أطراف وشخصيات مختلفة من باينونس نفتوا ولكن سوف نترك المساحة للجهات المسؤولة يفرجون الصورة الحقيقية لعنى ما سيحدث هناك بالنسبة لله لنا الأشخاص العاديين الصغارين هناك اللي نستعمل فقط منصة باينونس لا تتداول اللي بدأول كياته وهو كالتالي في حال عندك كاش على الجنب الذي تخزنه بالمنصة محله خطأ التخزين يجب أن يكون أو بحسابك بالبنك أو بمحفظة خارجية أيضا التخزين ممنوع يكون على المنصات هذا هو واحد أنا عادة عندما أرى مشاكل الدرس الكبير الذي تعلمته من المنصات هو أن نبتعد عن المنصات إذا هناك مشكلة أفضل شيء يكون عندك المساري يكون موجودة بمناطق ثانية مثل محفظتك البارد كما ذكرت قبل قليلا ولكن في حالة أنت تستفيد من الأحداث الإقصادية والتوتر والتذبدب على العملات الرقمية فممكن تفتح حساب بمنصات أخرى عديدة يعني لا تمركز حالك لا تبحور حالك على منصة واحدة هذه الثقة العمياء بالمنصة هذا أمر خطأ الذي نفعله في حالة وزع رأس معك على منصات مختلفة وخاصة المنصات التي لها قليلاً من الساعة مثل Coinbase ما هي شركة عامة ومسجلة بالساعة فإذا بإمكانك تفتح حساب بـ Coinbase سوف يكون لديك مخرج أمام الساعة منصات أخرى مثل Crypto.com لا نسمعها أو أي مشكلة في Crypto.com أمام الساعة منصة Bybit لا تمنح خدمة على أرض أمريكا وزع رأس معك على حسابات مختلفة أو تجعلها لك أبواب التي تمنحك خروج لعالم المصارف وتقدر تحصل المصاري وتحصل أرباعك وتستفيد من التبدوات الموجودة بالأسواق من ناحية ثانية نرجع إلى Ethereum Ethereum أمام تحديث كبير جداً الذي جاء على شهر ثلاثة هذا التحديث طبعاً لا يوجد التاريخ بالضبط ولكن من توقع يحدث منتصف شهر ثلاثة التحديث اسمه الذي يوجد خمس تغييرات مختلفة وأهمها تتعلق بالستاكينج أو بحصة استاكينج للناس بشبكة Ethereum في حال ما تعرفوه أخبركم من سنتين لليوم أي شخص عمل استاكينج لا يمكن أن يسحب لا راس ماله ولا أرباحه من شبكة Ethereum لأن هذا الأمر كان مقفل ولكن بعد شهر تسعة بعد ما تغير Ethereum نحو طبعاً يعملوا على هذا التحديث وبالمرة الجاية سيعطوا إمكانية للناس أو يسحبوا أرباحاً أو يخرجوا تماماً من شبكة Ethereum ويسحبوا المصاري كلها من شبكة التي كانت متعلقة بالستاكينج التحديثات الإضافية متعلقة بسرعة الشبكة من ناحية ومن ناحية الثانية ستساعد بالتخفيف العمول بالشبكة الآن الإنسان يبدأ أن قبل سنتين كنا نقوم بالإثيريوم وعلى الأغلب فاتوا متعلقين بخسارة فهذا ليس معناه أن الناس سوف يخرجوا من الإثيريوم ويهبطوا الأسعار نعم هذه النظرية موجودة ومتداول بها بالأسواق الحالي ولكن سأعطيكم نظرة إضافية على الأرقام الموجودة لنا قرار هل بالفعل الأمر إيجابي ولا لا بوقتي الحالي الوضع الصوري قالت لدينا 16 مليون فاصل السبعة قطع إثيريوم متعلقات بالستاكينج الناس دخلت على استاكينج بالإثيريوم لأهداف مختلفة أول شيء يعني مدخول الذي صامت الذي لم ترى لحديث الساة تقريبا استاكينج بالإثيريوم كان له أهداف وهو أهمها هي نزلوا من نسبة التلويث البيئي الذي حاصل من وقت من وراء التعدين بالإثيريوم وطبعا نتحدث عن تحويل العملة من العملة التي هي متضخمة لعملة منكمشة وهذا الأمر إذا نظر على كيف ترى من شهر أيلول لاليوم حرقنا بالصافة 27664 قطعة إثيريوم من السبلاي فهذا يقول لي أنه بالمتوسط من شهر أيلول العام السابق لاليوم شبكة الإثيريوم أصبحت منكمشة وليس متضخمة فالهدفين الكبار بالنسبة للإثيريوم تحققوا ونجحوا فشفنا نجاح للشبكة ولكن هل هذا كافي أنه نرى الناس تتمسك بالإثيريوم من بعد التحديث القدم علينا أو لا سنتابع ونرى ما بعد المعطيات الموجودة أمور إضافية التي نشرتها منصة باينونس التي تتحدث عن هذا الموضوع بالذات كيفما ذكرت الناس نوعان أو يذهبون أو يشتركوا برقل ستاكينج الآن برقل ستاكينج كما هي تتقسم لنوعين أنها نوع اللي هو ونوع اللي هو الليكوود يعني الليكوود مقفلات العملات أو نوع الذي تعطيك توقين آخر الذي قيمته مثل قيمة الإثيريوم وقد تصحب عملاتك بأي لحظة وقد تضح أنه نتحدث عن 42.3% من شامل الستاكينج موجود الساحليا بالإثيريوم هي لبرق التي تعتبر الليكوود ستاكينج يعني بأي لحظة كانت كان الشخص الذي اشترك ستاكينج يمكن أن يسحب رأس ماله فالمخاطر أن هؤلاء الناس يسحبوا مساري من الستاكينج المخاطر القليل لأنه بأي لحظة كانت يمكن أن يسحبوا رأس مالهم وليس سيكون لديه ضور كبير بهبوط سعر الإثيريوم في حال هذا المال الآن الثاني الآخر الثاني مليون الموجودين بالليكوود ستاكينج الليكوود ستاكينج هؤلاء الناس أو من المخاطر أو من المخاطر التي لم يكن يسحبوا رأس مال الثاني الثاني هؤلاء الناس كانوا يحتاجون 32 قطعة إثيريوم لكي يفوتوا وإذا كان معهم المصاري يفوتوا بالقمم فأكيد على الأغلى معهم المصاري أيضا اليوم يتمسكوا بالإثيريوم لأنه بالآخر سيستفيدوا من أرباح الاستيكينج اللي تأتي من الإثيريوم فمن هون كمان أنا ما بشوفش مخاطرة من طرف البلد يطلعوا يخرجوا من الإثيريوم بشكل كبير جدا اللي هبطوا الأسعار النسبة الصغيرة الضلت هي فقط للناس اللي علقانين بالإثيريوم لأنه فاتوا بالقمم فاتوا ببرق الاستيكينج اللي مقفلات وما فيش بمكان يسحبوا المصاري واستسلموا من الإثيريوم يعني منيحكي على تقريبا 15% من الناس اللي فاتوا الحالي بالإثيريوم حسب رأيي النظري انه الأسعار رح تهبط بشكل يعني دموي بالإثيريوم هذا الأمر على الأغلب مش رح تصير من وراء الشانج هاي أبغريد لأنه أهداف الاستيكينج تحقت وحجم الناس اللي دخلت عن قناعة حجم كبير جدا والناس كيفما ذكرت فيها نسبة كبيرة جدا منها كان بإمكانها بأي لحظة تطلع من الإثيريوم فإذا لم تطلعت الحديث اليوم ليه تطلع أسا لأنه شانج هاي أبغريد هو يعني حجر أساس للتحديث الأكبر بالإثيريوم اللي هو الشاردينج اللي رح يحرك الشبكي بطريقة يعني مختلفة تماما عن الصورة الموجودة في الوقت الحالي ممكن نشوف تصحيح هناك إذا بنحكي على 10-15% إذا بناخدها وبتعدد الناس دولار للكارتن ولكن إن شاء الله ما نشوفهاش بنسب عالي طبعا بالآخر ونكونوا واقعيين أمام الأحداث ونتابعا قرب ما سوف يحدث مع الأسعار بالإثيريوم من طرف الأسعار الإثيريوم سدت الفجوة رأينا هذه الفجوة رأيناها بالسابق بين 1460 إلى 1513 سدناها وخلصنا منها الحمد لله ومبروك لكل واحد واحد في كل اللي يعزز بك الأسعار لأننا كنا ممتازة جدا للإثيريوم منطقة 1760 بالإثيريوم سيكون منطقة جيدة لأخذنا أرباح بالنقطة القادمة يجعلنا لأنه كما شايفين لدينا كمان نحن موجودين تحت الاريساي فسيكون لدينا مقاومة وأتوقع سنوقف لكل منطقة لفترة لأيجابية أمام الشانغاي على سبيل الميتال إذا أنت متوقع ترى سلبية من وراء الشانغاي بالإثيريوم وبدأ تعزز بالأسعار 1550 لحديث 1580 باقي المنطقة وبعدين سوف نتحدث عن 1440 والأسوأ سيكون على 1376 باقي المنطقة حسنا هذا هو هذه كانت الحلقة أتمنى أنكم استفدتم دعمتوني بلايك اشتركتوا بقناة نتريك وشكرا جدا لوقتكم ومع السلامة